اولي يابا تشوروز على طريقتي بس فيد شي صدق اخبوا لازم تجربوا كلش كلش طيب وانصحكم بي وصفة كل السهلة بس اسمعوا لي القرمشة وهس نبدي بالمكونات نحتاج كوب ونص طحين ونحتاج نصف كوب نشي ونحتاج نصف ملعقة كوب فانيليا ونجانس المكونات بعدها نجيب جدر ونضيف ملعقتين زيت نباتي ونضيف ملعقة سكر او اكثر حسب الرغبة ونظل نحرك به الى ان يتغير لونه مثل ما تشوفون يتغير لونه صارب اشقر يعني هس نضيف كوبين مي بس يمشي تنصون النار بعدها نجانس المكونات الى ان يبدي يغلي عندنا ننزل الطحين والنشا ونطف النار ونبدي نحرك به الى ان يتجانس عدنه بعدها ننتظره فى ثلاث اربع دقائق شوية يبرد ونبدي نسويه بيدنا مثل ما تشوفون يعني لا يلزق لا شي وهس راح ابدي اعجنه مرة ثانية حتى يتجانس مية بالمية هاي الطريقة مثل ما تشوفون طريقة كل السهلة وبسيطة وخمس دقائق ما تاخذوا اياكم بعدها نجيب القالب وكيفكم نسويه طوال نسويه دوائر نسويه قطع صغيرة اي مشكلة ماكو هس نبدي نقليه شوفوا شلون صار عدنه يعني طريقة جدا بسيطة وصدو كلش طيب بس باعلي اللون مالته والشقر مالته انا خليت شكر مطحون وخليت نوتلا تحبو ان تخلوهم بستاشيو كراميل اي شي يعني او حتى اذا بس شكر مطحون هم يطلح كلش طيب و الف الف عافية اشتركوا في القناة